بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في شرح الوحدة الثالثة قضية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الثالث تجارب الدول في مجال حقوق ذوي الإعاقة طبعا منذ آلاف السنين وعلى مدى أحقاب عديدة كانت بعض الحقوق كالزواج والتشغيل والتنقل محرم على ذوي الإعاقة وكان معرض إلى أنواع من المضايقات والإهانات والحبس في أحسن الأحوال وإلى القتل في أسواها فهذا حقيقي يعني كان مثلا الرومانيين يفرضون امتحان صعب على أولادهم الجدد فيعرضونهم من ظروف طبيعية قاسية من ثلج وبرد ومطر فإذا نجوا من الموت يحظون بقبول أباهم كل هذا بقصد انتقال أقوى والأصلح وهذا الاتجاه ظل سائد بأن الرجل الكامل هو الجدير بالحياة وحده فقط والتمتع ببعض الحقوق التي يختلف محتوىها ومظلمونها طبعا من بلد إلى آخر أو من حضارة إلى أخرى لو انتقلنا الآن لنتكلم عن بعض الإعلانات والمؤتمرات العالمية التي اهتمت بالأطفال ذوي الإعاقة هنا أولا لا بد من الإشارة إلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1949 وهذا أعطى لمسألة رعاية ذوي الإعاقة بعدا عالميا من خلال ما تضمنه من فقرات في هذا الميثاق بعد ذلك أعقبه إعلان حقوق الطفل عام 1950 وهذا الإعلان يساوي بين الأطفال في الحقوق ويدعو إلى وقايتهم من كل ما يمكن أن يعوقهم وإلى توفير العلاج والتربية المختصة والرعاية التي تقتضيها حالة الطفل المصاب بعجز بسبب إحدى العاهات وأن يقفل للطفل ذوي الإعاقة الأمن من الناحيتين المادية والمعنوية وبذلك طبعا أصبح هناك جهد دولية تمتع بدرجة من التنسيق والتعاون في مجال رعاية ذوي الإعاقة تمثلت في صدور وثائق عديدة في هذا المجال أيضا إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا عام 1971 وأيضا إعلان سنة 1981 السنة العالمية لذوي الإعاقة طبعا هذه أعلنتها الجمعية العامة عام 1981 هو السنة الدولية لذوي الإعاقة تحت شعار المشاركة الكاملة والمساواة وذلك في دورتها الحادي والثلاثين وقد دعت في صلب القرار ذاته جميع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية الاهتمام بوضع تدابير وبرامج لتنفيذ أهداف السنة الدولية لذوي الإعاقة لو انتقلنا الآن لنرى بعض الاتحادات العالمية لذوي الإعاقة مثل الاتحاد العالمي للصم وهو منظمة عالمية غير حكومية للمؤسسات الوطنية للصم تأسس عام 1951 خلال مؤتمر العالمي الأول للصم أيضا لدي الاتحاد العالمي للمكفوفين وتأسس عام 1984 كان في تنظيمين وتم دمج التنظيمين الدوليين للمكفوفين أحدهم تأسس عام 1948 والآخر عام 1964 فشكل عندي ما يسمى بالاتحاد العالمي للمكفوفين الآن لو تحدثنا عن نظرة الإسلام لذوي الإعاقة حقيقة أقف عاجز في هذه النقطة في الكلام عن نظرة الإسلام لذوي الإعاقة الإسلام طبعا نظر إلى الإنسان على أنه كان مكرم بغض النظر عن إعاقته أو عن حالته نفسية اجتماعية جسمية لم يفرق في ذلك الآن كما قلت حقيقة الإسلام كان من أفضل الديانات السماوية التي اهتمت بذوي الإعاقة من خلال تسليمهم أعمال مناسبة لقدراتهم من خلال احترامهم من خلال صرف مكافآت لهم من خلال جعلهم فاعلين في هذا المجتمع من خلال تغيير نظرة المجتمع لدي من الكثير من الآيات والأحاديث التي دلت على ذلك لو تكلمنا أخيرا عن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال ذوي الإعاقة يظهر لدي بعض هذه التجارب أولها صدور قانون المعوقين عام 1987 أيضا تقديم خدمات مثل الإعفاءات أيضا التعليم المجاني لذوي الإعاقة أيضا صرف المكافآت الشهرية للطلبة ذوي الإعاقة هذه بعض التجارب من تجربة المملكة العربية السعودية التي كانت تجربة مشرفة في مجال ذوي الإعاقة وكما هي في بعض الدول العربية ودول العالم وهناك كثير من النقاط التي تدل على اهتمام المملكة العربية السعودية بذوي الإعاقة